هل نمتلك اليوم حياة حزبية؟ لا للأسف هذا ما أقوله وبكل أسف للأسف الشديد أن الأحزاب التي يمكن أن نتحدث عنها بمعنى الحزب اليوم في المغرب يمكن أن نتكلم عن حجوج ولا ثلاثة ديال النماذج ولكن للأسف الشديد البقية لا يملك من مفهوم الحزب إلا الإسم كما هي النماذج التي تبدو لك الأقرب ربما لأن تكون كذلك في المغرب طبع بالمغرب بالنسبة لنا الأحزاب التي يمكن أن توفر على مواصفات الحزب بالمعايير المتعارف عليها عندنا الأحزاب في حزب العدالة والتنمية في المغرب اللي هو مهيكال تنظيميان ويعقدوا يعني تعقيدوا مؤسسة لقاءتها بشكل منتظم وليهي على إيتي حال رؤية وتصور معين بغض النظر على مدى صوابية أو مدى اتفاقنا مع هالتصور كذلك عندنا في اليسار عندنا الاتحاد الاشتراكي كحزب أيضا بالرغم المشاكل التي عرفها ومما تعرض له أيضا لازال كذلك يعني توفر حزب الاستقلال كذلك حزب اللي هو أيضا تاريخي وله مؤسسات وله أيضا تقاليده فبعض الأحزاب الأخرى الصغيرة مثلا حزب تقدم وشتركية أيضا بشكل محدود التجمع الوطني الأحرار كذلك هو الآخر يعني في إطار قدر من البناء وإعادة البناء باتجاه أن يكون حزب قوي وحزب يعني في مستوى تحمل المسؤولية فهذه عموما يعني هي الأحزاب اللي يمكن نقول تشكل عمود الفقاري لحزبية قوية في المغرب ولكن بالرغم من ذلك هذه الأسماء هذه كلها عندها مصادر هاشاشة ومصادر ضعف يعني كبيرة جدا هذا المصادر مش بدرورة يعني مرتبطة بتقسيرها الداتي ولكن أيضا متبطة حتى تقافة المجتمع تقافة التي ربما في كثير من الحالات لا تطيق أو لديها نوع من نفور من التحزب والحزبية لأسباب ثقافية ولأسباب مرتبطة بالله شعور المعريخي والتقافي عند المواطن المغربي ففي كثير من الحالات تصبح الحزبية وكأنها وصمة عار بدل أن تكون يعني ويسام شرف للنضال والعمل من أجل الشأن العام من الصالح العام وشأن هذا القبيل فهذه عوائق عموما يعني ليس فقط مرتبطة بما هو سياسي ولكن أيضا مرتبطة حتى بما هو ثقافي